دعا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة أسس العمل الجاد والمتكامل بما يعزز تقريبا الرؤى وأطر التضامن والعمل المشترك الذي يتسق مع حجم التحديات الماثلة أمام الأمة الإسلامية وأكد سموه لدى مشاركته نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح أعمال القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي تستضيفها مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا اليوم أن مملكة البحرين تحرص دائما على تأكيد الدور الهام لمنظمة التعاون الإسلامي باعتباره محفلا هما يجدد اللقاءات نحو كل ما يدعم إلى المزيد من التقارب والعمل الذي من شأنه بل ورط الصورة الحقيقية عن الإسلام في ضوء ما تتبناه الدول الإسلامية من الروح السامحة للدين الحنيف وقيامه النبيلة التي كان وما زال لها موقعها البهرز في الحضارة الإنسانية عبر الاتصال الراقي مع مختلف الأمم والشعوب وقال سموه إن قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه قد أرسلت تعائم هامة في بنيان وحدة المجتمع بإسناد من إرادة الشعب البحريني ووعيه وتمسكه باحترام التنوع بما يشكل مصدر فخر واعتزاز لدى الجميع ولفت سموه أن لجلالته دورا رياديا في تبني مملكة البحرين المبادرات والمؤتمرات التي تدعو إلى التقارب بين مختلف الأديان والمذاهب والثقافات وهو دور أكد وعي البحرين لمخاطر التطرف وإلغاء الآخر في وقت مبكر ما أسهم في تحصين أبناء البحرين من كافة أشكال الفتن والفكر المتطرف واعتبر صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته بحضور سموه شيخ محمد بن بارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اعتبر أن انعقاد القمة الإسلامية الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي وسط الظروف والتحديات الصعبة التي تعيشها الأمة الإسلامية هو خير دليل على الدور المحوري الذي تنطلق منه أهداف منظمة التعاون الإسلامي وما يتضمنه جدول أعمال القمة الإسلامية من موضوعات هامة متصلة بالتحديات على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتوجه سموه بشكر والتقدير إلى جمهورية تركيا على ما وفرته من سبل إنجاح انعقاد أعمال هذه القمة ونوه في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي تبدلها في تعزيز التضامن الإسلامي من خلال ما يضلع به فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان من مواصلة دور جمهورية تركيا في دعم دور منظمة التعاون الإسلامي وأشار سموه إلى أن انعقاد القمة تحت شعار الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام يعكس مدى الالتزام الجماعي لمواجهة تحديات الملحة وترسيخ القيم الإيجابية للإسلام ضمن جهود التصدي لسلبيات وتداعيات ما تركته أفعال تنظيمات الشر والتطرف ونوه سموه بالجهود الطيبة التي بدلها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الإعداد والتنظيم لأعمال القمة دعينا الله أن يكلل أعمال القمة بالنجاح والتوفيق للوصول لنتائج همة تعزز أوجها التضامن والعمل بين الدول الإسلامية وتكامل جهودها في مختلف المجالات كما حضر افتتاح أعمال القمة من الجانب البحريني مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزيره الخارجية وسعادة الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مدير عام مكتب سمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والسيد إبراهيم يوسف العبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية تركيا هذا وكانت مرسم افتتاح القمة الإسلامية في مدينة اسطنبول قد بدأت بوصول رؤساء وفود الدول المشاركة حيث كان فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الاستقبال ترجمة نانسي قنقر